في حاجة تخص الدولار أستاذ أحمد في حاجة تخص الدولار في الحقيقة رويترز متكلمة جايبة نشرة تقرير ملخص دراسة بحسية بنك جي بي مورجن ده بنك بيشتغل مع مستثمرين من أغلب الوقت صحيح فبيعمل لهم دراسات بحسية عن أسعار العملات وقضاءة اقتصادية مختلفة يعني كخدمة مدفوعة فالدراسة البحسية اللي بنك جي بي مورجن بعتها المستثمرين وبتقولك ايه ترجح ان العملة المصرية مقومة حاليا بقى أعلى من قيمتها ب 15% وان الحكومة المصرية سوف تلجأ غالبا لترك الجنيه يهبط 8.5% يعني مش هتسيبه برضو على سعر الحقيقي هتلعب هتأثر على التغيير بتاعه شوي عند المستويات الحالية مما يضع الدولار عند 17 جنيه 25 قرش يعني النهاردة العصار انتو كنت شايفينها على الشاشة من 5 دقائد يا جماعة بعد شوية مش تبقى موجودة هيتغير شوية ويعليه يوصله ل 17.25 في الحقيقة هو سعره بيوصل لل 19 والعشرين لكن طبعا الدولة دي بتحاول تسيطر على كل شيء بما في ذلك سعر الدولار الجنيه أمام الدولار فهتحاول تقلل الصدمة علينا كمصريين حاجة حاجة لكن في البنوك العالمية السعر زي ما انتو شايفين كده أو زي ما انتو سامعين مني يعني الأمور الأمور شديدة الوضوح ترجمة نانسي قنقر